مين بيستفزك هالقد بتقولي يا عمي في ناس جعانة في ناس مانا قادرة تلبس مانا قادرة تشتري مش ضروري هالقد تبين إدي معكي فلوسه وإديش أنت غنية هو مين اللي بيعمل كده؟ مين؟ غير مين؟ بس قالت مين؟ حدا جبنا سيرته بالحلقة؟ أه أحلام من الناس اللي فعلا تبالغ في استعراض المجوهرات هي يمكن مبسوطة بدا ربنا يزيد عليها بس أنا بقول أنا شخصيا ما عملش جيد أنا بعرض لك حاجات يمكن قديمة حاجات قديمة بس أنا يمكن كمان عايزة أعرف رأيك هل تغير مع مرور الوقت هل أنت لسه عند رأيك؟ لا هو وقتها كان فيه فيديوهات حلومة حبيبة قلبي اللي أنا بحبها قوي أحلام حبيبتي طبعا كلنا بنحبها وصديقتي وكل حاجة أنا حتى في الحياة كده بنعود نضحك ولا خلاص بقى فهمنا أنه ده ألماز تقولي هاتي ألمازك تعالي نغسله دمها خفيف جدا دمها خفيف قوي وطبيعية وتلقائية قوي وعطوية وعايزة أقولك أنه يعني أحلام كفنانة تعتبر من رقم واحد في الخليج طبعا دي حقيقة يعني بجب الملكة أحلام طب أنت شايفة أن ده ممكن يستفز البسطاء من وجهة نظرك؟ طبعا أكيد تعالي نشوف صورتين كمان يلا حاجات قديمة برضو مش لا ما أنا قلتلك حاجات قديمة يا عمري يا حياة قلبي ده حياة قلبي أنا وكل الموجودين هنا على المصر الملحن والموزع طارق عاكف الله يرحم ده روح قلبي ده إرحم هو فيه زيتار عاكف الله يرحم يعني العالم العربي كله ما جابش ومش هيجيب زيتار عاكف وكلهم عارفين توجيهي له إيه رسالة؟ هقول له كل ما هطلع على المصر أحوالي الأغاني اللي أنت عملتها لي هدعي لك وأقرأ لك الفتحة لأنه طارق ساهم كتير قوي في نجاحاتي من ضمن هون بحب في غرامك يا غدار كتير أغاني كتير جدا يعني وفي نجاحات كتير قوي السيدة وردة بتوان سبيل طارق كان بني آدم من أرقى الناس من أكتر الناس اللي سيلتهم بربنا كبيرة جدا كنا على الطول بنتقابل في العمرة ومن أصدق الفناني اللي يتقابليهم في حياتك ومبدع من أكبر المبدعين الموجودين يعني كلها غنية غني راغب السيدة وردة كل كل اللي كان في التسعينات دول نجاحات دي كانت رعاك الله يرحمه